اللقاء طبعا هم من دخلوا يعني أنا بدايتها قالوا لي اللقاء أنتوا يعني جوا تحددون مع القائد المعتقل قلت له مماشي قالوا بعد أن تفوت بخمس دقائق يدخل الرئيس فدخل يعني فتح الباب الضابط الأمريكي فتح الباب ودخل الرئيس أنا ما شايفه ولا ملتقوا إياه الله يرحمه دخل بشعره طويل لحيطه طويلة يعني أكثر من اليوم اللي طلعوا بالاعتقال على شاشات التلفزيون على شاشات التلفزيون فدخل أول ما دخل الله حيث اليهم الله حيث الأنبار هاي مواقفكم الله حيث ساد خليل الصوت صوته لكن أكو اختلاف يعني تدري المعتقل ظروف الاعتقال وظروف اللي تأخذ من الرجال من صحتها ومن شكلها ما كان الرئيس اللي كنت أشوفه أنا بتلفزيون بالقدر المطابق حتى ولو بدرجة 70% طبعا ويبدو كان ومطينا المعلومات أنه راح يجي دافع عنك شخص من الأنبار هو من قدمه له من قدمه له الوكالات ووقع وكالتي عنده معلومات كاملة يعني عنده معلومات مو معلومات شخصية بلي بلي أخذ صورة أنه غالبية تدليم هم هوين بالأنبار رغم أنه موجودين بصلاح الدين وبديالة وبالحلة وبالموصل بس تركيزهم بالأنبار فمن دخل طبعا كان يحمل المعطف على إيدا الإسراء وبإيدا اليمنا كان يحمل حقيبة عسكرية تابعة الماريس بها أوراق فحط المعطف على الكرسي وتسلم نانيا طبعا بالطريقة اللائقة اللي تليق به كرئيس وعملت طريقة اللي كان يفترض لازم يعني ضميري وأخلاقي ووطنيتي لازم عامل بهذه الطريقة اللي تخفف عنها ظروف المعتقل وتعيد إلى اعتباره فارتع جدا هو بعدها قبل لا نجلس يعني أخذنا أماكننا حتى نجلس قال إن لم تكن رأسا فلا تكن آخره فليس الآخر سوى الذنب فقلت له سيدي أكوشي يعني قال لي نعم عرفت يعني من المغزى من الشعر شنوش يقصد يقصد مفاوضات مفاوضي بس ما مفاوضي بالطريقة اللي هو يريدها بالطريقة اللي هم يفرضون على اعتبارهما طرف منتصر أما دخلوا حروب ويتعاملون وفق منهج المنتصر أو نظرية فرض القوة فرض الإرادة المنتصر على اليابان وبالحرب العالمية الأولى والثانية هاي طريقتهم هما وعلى فيتنام فقلت له أكوشي قال إن عم جلسنا رحب بيه ترحيب يعني جدا قوي وأشاد موقفي وتطوع عرف هو التفاصيل عرفت آني عن نفسي قلت له آني فلان الفلان الفلان محامي من الرمادي من فلان عشيرة من فلان قبيلة من قبيلة الدليم أحد أبناء عم والدي هو شيخ عشيرة البعلي بصلاح الدين صديقة هو فاطمئن جدا وعرفت على شيخ حتى أعرف دكتور حتى أعرف يعني كيف استقبل هاي المعلومات عنك خلينا نروح إلى استراحة قصيرة استراحة قصيرة وأنا أود مرحبا بكم مرة أخرى مرحبا بك دكتور خليل قدمت نفسك وقلت له أنه أنا من العشيرة الفلانية المنطقة الفلانية المحافظة الفلانية شنو كان الرد فبنعرفت على الشيخين اللي هم أبناء عمال دي أحدهم أثناءاتهم أصدقائه واحد كان يعني على سلم هرم الدولة فارتاح جدا وصديقة ومقرب يعني مقرب عليه فارتاح جدا طمئن قال أنت جايني من ضلعية أنت من نفسي من النفس فجدنا أرتاح قال أنت أستاذ خليل كان يعني يستخدم كلمة أستاذ رغم أنه كان ثقيل عليه بذاك الوقت أنه رجل بهذا فأترجيته أكثر من مرة قلت لأني مقام أولادك يعني يعني أتمنى تناديني ابني فكاني ناديني ابني وأستاذ على العموم ارتاح جدا قال أنت وصار حديث يعني صار حديث آخر قال أنت صعدت معنوياتي بثمانين يعني ثمانين درجة هاي من الجلسة هاي من الجلسة الأولى أو اللقاء الأول هذا اللقاء الأول اللي أول مرة ألتق بحياتي مع الرئيس في كل حياتي سواء داخل الأسر أو قبل ألتق بحياتي